محمد حسن لم يتعود بعد على الحديث مع الغرباء في الشارع بيدافوس كما أن عليه أيضا التعود على البرد القارس محمد وصل إلى سويسرا مباشرة من مخيم للاجئين في كينيا حيث العديد من الناس يائسون نعني من حياة يائسة ونهدام الأمان لا أعرف ماذا سيحصل معي لا أمتلك جواز سفر ولا أي وفائق تثبت هويتي لا يعرف سوى مخيم كاكوما للاجئين في شمال غرب كينيا على الحدود مع دولة جنوب السودان حيث يعيش 185 ألف لاجئ لا يسمح لهم بمغادرة المخيم إلا بتصريح ومحمد قضى هناك 22 سنة ما أريد أن يعرفه الناس أننا بشر نحن لسنا حيوانات لا خنازير ولا ذبابا إننا نستحق الكلامة لدينا أحلام وهمان منذ مكانا في المجتمع لم يفقد الأمل قط وتعلم رفقة آخرين كيفية استخدام الكمبيوتر ليصبح متحدثا باسم اللاجئين الشباب في المخيم لذا تمت دعوته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تطلب حصوله على التأشير وقتا طويلا والآن يسعى للتعريف بقضية اللاجئين اللاجئون موجودون ولن يختفوا وبدل إنكار وجودنا وإغلاق الأعين عن مشاكلنا فلنعمل معا لإيجاد حلول إنسانية لمشكلة اللاجئين كنت لاجئا طوال حياتي ولهريد أن يعاني الجيل القادم في المخيمات كما عانيت يأمل محمد أن يترك أثرا في منتدى دافوس من خلال التحدث إلى كبار عالم الأعمال والسياسة قبل أن يعود إلى كاكوما أريد أن أنقل رسالتي إلى المنتدى وبعدها سأعود من حيث أتعطي ما سيعيشه في سويسرا سيشغل باله لوقت طويلة إلى عنوين الختام